السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شاف صلاح البطني قبل ما بدأنا فيديو تانها اليوم لا تنسوا وشتسلموا على رسول الله لأفضل الصلاوات اليوم ان شاء الله جبت لكم بيزا أرجليان، بيزا كاري، بيزا تعزيمان، كل واحد كفاش يسميها بعجينة اقتصادية وبصدصة بزاف الذيذة و جيكرو سيوند حاجة بزاف بنيناء جربوها ما كونش راح تندمو ان شاء الله في هذا رمضان خليكم ذلكم على الوصفة ومع المقادير مشاهدة منتعال الجامعة فقط قبل ما بدأنا في الوصفة تعنا جبت لكم اليوم برودوي هذا البرودوي اللي تبيض الأسنان شفته عنده بزاف ديزان في اليونسور وحكاوا عليه بزاف وقلت نجيبوه نجربوه وإذا عجبني ننصحكم به هذا البرودوي هذا الشيء الأول اللي خلاني نتمسك به لأنه جزائري وأنا نشتيب أي حاجة تكون جزائري لأنه نشتي ندعم أولاد بلادي ونشتي ندعم المنتج الجزائري كما قلت لكم 100% أرجيريا و100% ناتورال يعني أيضاً أراه طبيعي 100% وكما قلت لكم جزائري كما قلت لكم الجزائري كما قلت لكم الجزائري العلبة تكون رائعة منتوش جزائري مليح بل بزاف أنا كو ما عجبنيش مانيش رح نخدمه معكم والله العظيم ما نخدمه معكم عندي عشرة يام وانا نابلي كيفيه وعجبني يعني النتيجة تعوى تبدأ من خمس أيام وطلع ما كيش رح تلقين نتيجة نهار الأول تخدمين نهار الأول الثاني الثالث الرابع الخامس ستبدأ تشوفي النتيجة والله نتيجة مبهرة راني قلت لكم والله العظيم والبرودوي هذا كما قلت لكم راه هو سيوك والسيوك الرسول عليه الصلاة والسلام انصحنا به صلي وسلموا على حبيب الله أيضاً بالنسبة للبرودوي هذا راه هو مزيج بين السيوك أو عود الأراك وبين الأرجيل بلانش اللي هي الطين الأبيض كما نعرفوا احنا الطين الأبيض مليح بزاف لطبيض الأسنان هذه هي طريقة كيفاش نابليكي وهذا البرودوي سيوكي نجيبوا بروسها دون نشمخوها ونهزوا شوية من هذا البرودوي وننبريكي وعليه دون وكي نغسلوا السنينة لازم نابليكي أو نمشيوا الفرشة تعنا من الفوق للتحت يعني كما الاتجاه تعل الأسنان ما نخدموش عكس اتجاه الأسنان لأنه لكم نخدمو عكس اتجاه الأسنان راح نضروا الجنسيف اللي هي اللثة وراح تولي تسيل بالدم وهذه الساعة نوليه في أمراض أخرى ولكن لازم هذه الطريقة الصحيحة وأيضا هذا البرودوي مليح بزاف بزاف لاجونسيف ينحينا الرائحة الكريهة تعالفهم حشاكم وأيضا ينحينا هذوك الأمراض تعاللثة وأيضا الأسنان هذوك اللي تلقوهم مهمش مغطيين باللثة هذا البرودوي هذا راح يغطيهم الآن بعد ما غسلت سنية حشاكم من هذا البرودوي سيواكي زيت راح نغسل مرة ثانية بالدونتيفريس أي نوعية كانت عندكم بتاع دونتيفريس تخدموا بها كولغايت ولا سينيال المهم وش كان عندكم في الدار اهلا نخدم بالدونتيفريس هذا الفحمي الأسود انتم ما اخدموا يعني أي واحد يعطيكم نتيجة نورمال مايش مشكل وكما قدتكم النتيجة ما كمش راح تلقوها من نهار الأول بالنسبة للناس اللي حابين يطلبوا هذا البرودوي هذا راح نخلي لكم الرابط تع سيواكي تعال الانستغرام تعالهم تقدروا تصلوا بهم وتطلبوا هذا البرودوي عادي والله النتيجة مبهرة ان شاء الله تعجبكم خليكم نضيكم مع الوصفة نرجع الوصفة تعنا اول حاجة الهنا جبت البيترا انا راح نخدم بالبيترا ليه ما عندوش البيترا يخدم بيدي عادي نتيجة راح تكون كيما انتع البيترا كيف كيف فقط البيترا راح يسهل عليكم العملية اول حاجة راح ندالوا كاس ونصف انتع الماء هذ الكاس لي رفيد 220 مليليترو بطبيعة الحال الماء يكون دافي عندي ايضا ملعقة اكل سكر مستعملوا سكر عادي وعندي ايضا ملعقة اكل خميرة الخبز دائما الوصفة نخدمهم في البيترا عاكي تقدر تخدمهم بيدك عادي والله هنا نجيبه الفوي نخلطهم شوية مع بعض حتى يتمسجوا هذوك المكونات مع بعض وعندي ايضا الهنا ربع كاس انتع الزيت بنفس الكاس لي كي يلتبه الماء راح نكي يلتبه الزيت اينه الزيت. عندي اربع كاس انتع الزيت واللي هنا نبداو نضيف الفارينة بتدريج حتى نتحصلوا على جينة تكون طريعة يعني تتمسك في الايد. اننا هنا من قدرش نعطيكم الكمية المحددة على الفارينة لانه كل واحد وش فارينة يخدمبيها وكاينة الفارينة اللي تمتص السوائل وكاينة اللي ما تمتصش. وعندي نصف ملاقة اكل ملح ونضيفو كما قدقم الفارينة بتدريج حتى تحصلوا على جينة تكون تتمسك في الايد. يعني ما تكونش حكمها راح تكون تتمسك في الايد خليوها طريقة باش من بعدها البيزا تعكم تجيكم خفيفة وايضا في نفس الوقت تجي كروسيون شوفوا النتيجة كيف شرها هي نحيو العجينة نحطها في ريسيبيون طبيعة الحال باش نخليوها يضعف الحجم تحها لها نشوفوا العجين كيف شرقها ومتاع عنه راح نعدل العجين تعي نكورو بشكل كورية ومبعد نجيبو الزيت ندهنو العجين تعنا من الفوق فقط بشوية الزيت ومبعد راح نغطيوها بالبابي فيلم ونخليوها في مكان يكون دافي حتى نضعف الحجم تحها الوقت اللي نخليوه احنا العجين تعنا يضعف الحجم تحه وروح نخدموه سلسط طماطم عندي اللي هنا ربي حبت ولاثذ حبت انتع طماطم انا ميكسيتهم ببراميكسور تقدروا انتوما ترابيو فقط عندي شوية الفلفل لكهل شوية الملح اللي عنده ايضا فلفل احمر حار والحلو يستعمل عندي ملعقة ما تكونش مملوه ابزاف تحت ماطم مصبرة ونصف ملعقة ايضا انتع هريسة بنسبة الناس اللي يحبوا الحرارة يضعفوا الهريسة اللي ما يحبوهاش وعندي ايضا لنا شوية زيت زيتون تقدروا اللي ما يحب زيت زيتون يدير الزيت العادي نخلطوه كلش على نار متوسطة بعدها نضيفو ورقة عرند نخليوها حوالي سبع دقايق فقط لا اكثر ولا اقل وبعد نطفيوه عليها النار نخليوها علاجيها ونروحول العاجين تعنا اللي يضعف الحجن تعون دي غازيو نبطلو الخمور وبعد العاجين تعنا رح نقسموه الى قسمين يكونوا متساوين يعني هذ الكمية رح تديرنا زوج بلاطوات يعني تعشي عائلة نصرتول اطفال يحبو البيتزا باش تخدمينو حاجة نقية في الدر خدمينو بعم ساكيبا هذي نجيبو بلاطون دهنوه بالزبدة ولا بالزيت المهم كي ما تحبوهنا دهنة بالزيت ونغطيوه العاجين تعنا لمدة عشر دقائق باش كي نعودوه ونفتحوه ما يتقلصناش العاجين بهذا الطريق بعد ما فتحنا العاجين تعنا على كامل بلاطو هذيك نجيبوه لاصوس بزاف من الناس يقولوا البيتزا كاري والبيتزا أرجل ينتع بكري هذي يقولونا باللي نحبوها لاصوس تكون كما نقول حنا مشمخة ما تكونش ناشفة يعني البيتزا تكون مشمخة الهنا وشي ننصحكم انه لازم السلسة ما تخليوهاش تنشف من السوائل وايضا ما تخليوهاش طيب مئة في المئة يعني سبع دقائق يكفي لازم للطماطم تكون نص طيب ما تكونش طيبة 100% هذا هو السر وايضا الهنا جبت فلفل مندي زوسي سواء فلفل حار ولا حلو عندي ايضا زيتون ثاني قطعتو شرائح زيتون أخضر عندي زيتون أسود وطبيعة الحر راح نفوتو البيتزا على الفرن الفرن اللي كنا شعلناها مسبقا على 180 دراجة نحمرها على الجوان بزي دلو وعطائوها تحميرها خفيفة الوجه ونرجع لكم مع النتيجة كما كنت شوفوا الهنا عندي الهنا راح ندلها كما تعزمان زيت زيتون على الجوان وقاطرات في المنتصف وراح ندلها ايضا المعدنوس ولكن ذكا عادوا يدلو لها الهريسا يدلو لها الطون يدلو لها المايوناز زيتون لها البيض ومشترشم كل واحد وشي دلها هذا يرجع لكم أنا راح ندلها بالطريقة الاقتصادية وتعزمان إذن هذه كما تشوفوا جات جات رائعة وزيت لها في الأخير فرماج باتنا فري هذا الكريمي يزيد لها بالنعلى بالنع إذن هذه إذا تكون لها فيديو طالعنا اليوم عليكم لا تكثروا لي من لجم وتكومونتي وليس في الله فيديو وإذا تكون قناتي ما عليكم إلا تدلو اشتراك ولا أبوني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد انتهي ما بقالي نقولكم شهيدكم بالصحة ما تنسوش تدعموني في التيك توك وفي الانستغرام الشاف صراح الباطني وأيضا تيك توك الشاف صراح الباطني شهيدكم بالصحة تلقوا في عد آخر اللهم بلغنا رمضان وسلام